القاهرة تقدم النيل مسؤوليتنا دفتر أحوال نهر النيل من زمان كان المصري واعي نهره كان عارف انه شريان الحياة عشان كده كان عارف ازاي يتعامل معاه المصري اللي هو جد وجدك قدم للدنيا اول حضارة في الوجود قامت على ضف طي النهر الخالد نهر النيل احنا كمان هنكون زيهم نحافظ على نيلنا ونصنع معاه مجدنا وحنعلم ولادنا ازاي يحافظوا على النيل ويعيشوا في خيره مصر مش بس هبة النيل مصر هي ارض الخير دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرأي صرحت وزارة الموارد المائية والرأي انه تم مؤخرا ازالة عدد 21 حالة تعدي على نهر النيل بمحافظات الجيزة وبني سويف وسهاج وبذلك يصبح عدد التعديات التي تمت ازالتها 7900 حالة ازالة منذ بدء الحملة القومية لانقاذ نهر النيل والتي تستهدف ازالة اكثر من 50 الف حالة تعدي النيل مسؤوليتنا النيل مسؤوليتنا كلنا النيل مسؤوليتنا النيل مسؤوليتنا النيل مسؤوليتنا النيل مسؤوليتي النيل مسؤوليتك انت شخصيا فحافظ عليها النيل مسؤوليتكم نيلنا هنحميه وهنحافظ عليه وحنبلغ عن أي تعدى تحيا مصر ويحيا نيل مصر تحيا مصر ويحيا نيل مصر تحيا مصر ويحيا نيل مصر نبنى هنحميه وهنحافظ عليه موسيقى السلق في وقودة والخير ده من جودة من الأذلياني والخير ده من جودة من الأذلياني وانت على عهدك تسقل وجود شادة وتروي كل غليل من ميتك يا نيل وتروي كل غليل من ميتك يا نيل من ميتك يا نيل ويتجدد اللقاء مع دفتر أحوال نهر النيل مع تحيات مرفة خير الله وأيمن فتيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة